دخل أبو العلاء المعري إلى مجلس الشريف المرتضى وهناك تعثر بأحد الجالسين فهذا الجالس واضح أنه كان زلم نفسية فقال له من الكلب؟ بيسأل عن أبو العلاء فأبو العلاء المعري قال له الكلب هو من لا يعرف للكلب سبعين اسما سلام عليكم ما تفضلش موضوع أبو العلاء المعري بشكل شخصي ابن الجوزي قال زنادقة الإسلامي ثلاثة كان واحد منهم أبو العلاء المعري فالزلمي كان صاحب كيف؟ إلا أنه الإمام الصيوطي جمع في قصيدة يسمىها التبري من معرة المعري جمع فيها سبعين اسم للكلب فبتقدر تشوفها موجود في وصف الفيديو إلا أنه إذا زعلتك هذه الكلمة كثير شوف الإيطالي كارلو لينينو شو قال عن المثقفين واللغة العربية قال إن المثقف العربي الذي لا يتقن اللغة العربية في رجولته نقص بدل الشارع هذا الصغير الخمس ست ثواني اللي بتيجي رح أصير أحط أنا مقولات لناس وعلماء غربيين أو مفكرين وفلاسفة ماذا قالوا عن اللغة العربية لأنه للاسف في ناس باخدش المعلومة اللذة كانت من الأجانب في الله يا سيدي بدمشي معاك في هذا الموضوع وحطوا لك ماذا قال الأجانب عن اللغة العربية طبعا شوفت أحد السيرة أنا كنت جاهز في فيديو عن اللغات بشكل عام شو ميزات كل لغة بماذا تتصف كيف بدأت اللغات ووقع تحت إيدي معلومات كثيرة عن اللغة العربية أنا شخصيا كنت لأول مرة أعرفها وبتخيل أنه في ناس كثير ما بعرفوا هذه المعلومات فحبيت أجمعها في فيديو واحد وأعطيكم إياها على شكل نقاط وللناس اللي بتسأل شو مرخص الفيديو بحب بحكي لك وأسفاه على حالنا وين صار مع اللغة العربية خلينا نبدأ الآن من شجرة العائلة أو شجرة الأصل للغة العربية ممكن تشوف كثير أشجار لأصل اللغة العربية إلا أنه مهما اختلفت هذا الأشجار سواء بالتفصيل أو بالأصل إلا أنه الكل مجمع لأن اللغة العربية من أقدم اللغات الموجودة في العالم حاليا يقدر عمرها تقريبا بثمانة آلاف سنة كيف بعرفوا هذا الشيء؟ بكثير مؤشرات منها عدد المتكلمين المخطوطات الموجودة عدد الكلمات عدد الجذور كل هذه الأشياء مؤشرات للغة كم عمرها مثل الصور الفوتوغرافية أنت بتجيب صورتين بدون كثير يعني خلينا نحكي تخصص تقدر تعرف بشكل تلقائي من هي الصورة الأقدم نفس الشيء بالنسبة للغة فاللغة العربية هي من اللغات الأفراسيوية تعتبر هي من اللغات السامية القليلة الباقي إلى الآن يقال أنه في لغة سامية أم يعني هي الأم ومنها تفرعت كثير لغات لأنه في برضو كثير دراسات تقول أنه اللغات هذه كلها ما هي إلا لهجات للغة واحدة وأقرب شكل لهذه اللغة هو اللغة العربية فإذا أنت الآن بتسأل كم عمر اللغات يعني الموجودة على وجه الأرض ممكن من أقدم هذه اللغات الآن الموجودة حاليا وأكثرها انتشاراً لهو اللغة الصينية والتي تقريباً عمرها بالشكل الحالي من 2000 إلى 2500 سنة فقط فاللغة العربية لما تحكي 8000 سنة فأنت بتحكي على فرق عمر كثير كبير ومن المؤشرات اللي بيحكي لها كم عمر اللغة العربية مقارنة بأعمار اللغات الأخرى دعنا نأخذ عدد الكلمات عدد الكلمات في اللغة العربية تقريباً من 12 مليون إلى 13 مليون بحسب المرجع والمصدر اللي بتشوف منه إلا أنه مقارنتها مع لغات أخرى مثلاً مثل اللغة الروسية فمقابل كل كلمة روسية في 100 كلم عربية وإذا بدك تأخذ لغة أكبر وأزخر من اللغة الروسية انت بتحكي مثلاً ممكن اللغة الإنجليزية ب600 ألف كلمة من 400 إلى 600 ألف كلمة تقدير عدد الكلمات في اللغة الإنجليزية مقابل كل كلمة في اللغة الإنجليزية في 20 كلمة من اللغة العربية فالفرق كثير كبير بين اللغة العربية وبين أي لغة ثانية في عدد الكلمات نقطة ثانية من حيث الصعوبة تعتبر اللغة العربية بالمشاركة مع اللغة الكورية واليابانية والصينية من أصعب اللغات الموجودة في العالم ويتم وضعها في مستوى الصعوبة الأعلى إلا أنه هذا المستوى الصعوبة أصلا هو مؤشراته عدد الساعات اللي بيحتاجها الشخص أنه يتعلم هذه اللغة ومقدار التعقيد أو التفصيل الموجود فيها طبعا كلمة صعبة هذه ممكن شوي تظلم اللغة العربية لأنه مثلا مثل ما قال البلجيكي جور سارتون أن اللغة العربية هي أسهل لغة موجودة ولا يمكن تبسيطها أو تبسيط المبسط بأكثر من هذا الآن لموضوع الصعوبة في اللغة العربية ممكن يكون الكلمة الأدق هو أن اللغة العربية معقدة تعقيد مفيد أكثر مثال وأجمل مثال ممكن يعني يكون يقرب الفكرة اللي هو مثلا الهواتف الذكية بالمناسبة كلمة هاتف لغة عربية فصحة الهاتف الذكي أو السمارتفون هو معقد يعني كل ما كان أجدد كل ما كان معقد أكثر كل ما كان يعطيك خدمات ويوفر لك ميزات أكثر اللغة العربية هي نفس الفكرة فكل ما زاد تعقيد اللغة كل ما أعطاك كم من الأشياء والمميزات التي يمكن أن تقدم هذه اللغة فعلى سبيل المثال أحضر بالمثال اللي ضربه هو الدكتور فاضل السام الرائي في أحد المقابلات لما قال أخذ ذلك هو جذر كتبة وقارن مثلا اللغة العربية مع اللغة الإنجليزية على سبيل المثال فقال كتبة يعني كتبة كتاب مكتب مكتبة مكتوب آلة كاتبة يعني بنحكي كاتبة ولكن لما أخذ هذا الجذر وقارنه مثلا باللغة الإنجليزية فبتلاقي كتبة write مكتوب letter رسالة مكتب disk مكتبة library كثير تفصيلات مع أنها المفروضة هي كلمة واحدة وتصف شيء واحد فهذه القواعد اللغة العربية لها قواعد في الاشتقاق ولها قواعد كثير ممكن تسهل على سواء على الدارس أو حتى على المتكلم في حين لغات أخرى تعتمد على الحفظ ولا شيء غير الحفظ فاللغة العربية لغة مرنة ممكن من خلالها تعطيك كثير أشياء مش موجودة في لغات ثانية على سبيل المثال فاللغة العربية في 28 حرف فقط إلا أنه مخارج الحروف الموجودة في 28 حرف مش موجودة في كثير اللغات فهي تسمى يعني تجاوزا لغة الضاد لأنه حرف الضاد هو اللغة الوحدة التي تحتوي على حرف الضاد إلا أنه في لغات أخرى موجودة ولو أنها قليلة تحتوي على هذا الحرف بالمناسبة هي ترجع لنفس الشجرة العائلة أو نفس الشجرة الأصل للغة العربية اللغة الحبشية يعني أنا بحكي الآن عن اللغة الحبشية إلا أنه في حروف أخرى غير حرف الضاد يعتبر جدا صعبة على غير المتكلمين باللغة العربية الغين، الحاء، الخاء، العين، الضاد، الضاد، الصاد هو شيء آخر أنه اللغة العربية فيها بشيء اسمه النحت فالآن لو صار أي شيء، أي كلمة، أي مصطلح جديد الآن مثلا مصطلح مثل الرأسمالية نظرية أينشتاين في النسبية لما أنتجت ما يعرف الآن بزا مكان هي نحت بين كلمة الزمان والمكان الرأسمالية بين الرأس والمال الركمجة، ركوب الأمواج، البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم السرنمة، اللي هو بتعرف هذا البصحة في الليل بيعمل أكل وبوكل وبنام وبرجع بصحة بيقول لك أنا ما سويتش ولاي شيء هذا اسمه في اللغة العربية السرنمة، السير نائما لشي بنحكي أنه اللغة العربية هي لغة أصيلة وأصلية لأنه أنت بتشوف مثلا يعني مش هنعطيك مثال على سبيل المثال في اللغة الإنجليزية كلمة مثل كلمة سايكولوجي كلمة سايكولوجي شو أول حرف فيها؟ سين إلا أنه حتى لفظاً يعني تحكي أنت سايكولوجي إلا أنه في حرف بي يعني اللي بيعرف إنجليزي بيعرف أن تنكتب حرف بي طب ليش؟ لأنه هذه البي من مخلفات لغة سابقة كانت موجودة واللغة الإنجليزية تطورت منها من اللغات اللي هي الاندو أوروبية أو الهندو أوروبية اللي هي كانت من اللغة الجرمانية فاللغة الإنجليزية وكثير اللغة تحتوي على حروف ميتة مثلا اللغة الإنجليزية لأن حرف الـ X فيها تقريباً شبهمات تقريباً يعني أنه ما فيه كلمات لا تستعمل حرف الـ X ولا حتى تبدأ بحرف الـ X إلا الكلمة إياها اللي بحطونا إياها في البطاقات لتعليم الحروف وما أنا اليوم بعرف شو لفظها لشانيك عادي جداً تشوف أنه فيه مسابقات بلغات أخرى واللغة الإنجليزية من بينها اسمها مسابقات تهجئة للأطفال يعني بيجي ولد بيوقف بصير يهج في كلمات مع أنه في اللغة العربية هذا الشيء مش منطقي لأنه في اللغة العربية أي حرف مكتوب هو ملفوض وإحنا ما بنلفظ حروف ما بنكتبها يعني ما مش موجود اللام الشمسي في بعض اللهجات العربية بتلفظ اللام الشمسي كلفظ موجود أنت من ن Grantham بقايس 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 بقيس بي اي س لا وصف بقايس دعوني شكرا آ له شكر لقد كان طول الكلمة طويل في اللغة العربية لأنك أنت بتقدر تعرف شو جذرها أو أعطل أي ولد صغير من العرب بيقدر يعرف شو جذر هذه الكلمة فأطول كلمة موجودة في اللغة العربية في كلمات موجودة في القرآن الطويري مثلا فسيكفيكهم الله هذه فسيكفيكهم وكلها وأنلزمكموها هذه كمان من الكلمات الطويلة أما أطول هذه الكلمات التي وردت في القرآن الكريم فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين هذه الكلمة تعتبر هي الأطول ممكن تزيد عليها شوية حروف وتخليها أفاستسقيناكموهما أو أفاستسقيناكموها هذه ممكن أطول لو كتركيب ما في أي معنى أنها تكون كلمة أطول أو مش أطول إلا أنه للناس اللي بحبوا يعرفوا هذه المعلومات كم لغة في العالم بتكتب بالحرف العربي وبتستخدم الحروف العربية اللي احنا بنعرفها كم؟ دولة؟ دولتين؟ لغة؟ لغتين؟ كم لغة أنت بتتوقع؟ 146 لغة تستخدم الحرف العربي أو كانت تستخدم الحرف العربي في كتابتها والكاتب محمد طاهر الكرد في كتابه تاريخ الخط العربي ذكر 146 لغة في العالم كتبت بالخط العربي تتخيل 146 لغة في العالم كتبت بالخط العربي وبالحروف العربية قسمهم لخمس مجموعات رئيسية اللي هي مجموعة اللغات التركية مجموعة اللغات الفارسية مجموعة اللغات الهندية مجموعة اللغات الافريقية و146 لغة ومشان تنبهر أكثر الدكتور يوسف خليفة أبو بكر ذكر 30 لغة 18 لغة روسية يعني من الدول اللي كانت تحت يعني الاتحاد السوبيتي 18 لغة روسية و12 لغة أوروبية كتبت بالخط والحروف العربية كان من بينها البرتغالية الإسبانية أظن البولندية ذكر 12 دولة أوروبية تقدر تحكي أنه كل اللغات الأوروبية كتبت بالخط العربي الألف واللام والباء وكل عادي كتبت بها وزد على ذلك يعني هو يقول أنه أيضا في محاولات للغة الفرنسية واللغة الإنجليزية اللغة العربية لحد سنة 1800 كانت هي اللغة الرسمية للعلم يعني لما تحكي أنت بدك تتعلم أي شيء لازم تتعلم باللغة العربية فنيوتون وجون لوك نيوتون كان يعني في حكي عربي بحكي عربي يعني بطلاقة نحكي يعني أنه يقدر يقرأ مصادر عربية ويأخذ منها لأنه كانت لغة العلم في ذلك وقت هي فقط اللغة العربية وبعض التراجم المكتوبة باللغة اليونانية الأصلية وبالمناسبة معظم كثير من العلوم والكتب كانت موجودة في المكتبات وفي يعني الأديرة وكانت مكتوبة باللغة العربية إلا أنه اسم الكاتب أو المؤلف يعني مطموس أو مغطى هذه أوروبا ما كانت أمينة في النقل العلمي يعني أخذوا من العرب كل شيء مسحوا الأسماء أو ترجموا الأسماء ترجمة بس يحطوا اسم المؤلف مثل دكتوروس ماكسيموس بعدين يكتشفوا العالم أنه هو كتاب ترجمة لكتاب لابن العربي فالصوفي فأنت بتحكي قاعد على يعني سرقات أدبية كاملة فالناس اللي بيحكوا أنه المنهج العلمي والعلوم وكل شيء كان من أوروبا لا أبدا هو كان من العرب وظل العرب يعني فيه من اللغات اللي أنا سميت لكم إياها فيه منها مكتوب كان باللغة العربية لحد 1920 فكل أساسيات العلوم اللي أنت بتعرفها واللي أصلا أساسها كان من أوروبا لا يا سيدي أساسها كان اللغة اللي حملت هذا الحكي كله هي اللغة العربية واحد حط النقاط على الحروف بسبب القرآن الكريم القرآن الكريم بسبب اللحن بعد الفتوحات الإسلامية الناس كثير صارت تدخل في الإسلام وبتقرأ القرآن ولكن بأخطاء في الصرف والنحو وبرفعوا المفعول به وبنصبوا الفاعل وبغيروا معاني الجمل لأن القرآن كثير دقيق في هذا الشيء فوضع النقاط ولكن تحت شروط معينة كانت واحد أنه لازم يكون الخط مكتوب باللون الأسود والنقاط مكتوبة باللون الأحمر وأيضا الحركات كمان وضح أبو الأسود الدعلي على شكل نقاط مش بالشكل اللي نحن نعرف الآن كانت الفتحة نقطة على الحرف من فوق الكسرة نقطة على الحرف من تحت والضمم نقطة أمام الحرف باللون أحمر مات أبو الأسود الدعلي وجاء تلميذاه نصر بن عاصم ويحيا بن يعمر جعلوا هذه الشروط اللي كانت للقرآن الكريم فقط الحروف والتنقيطة وجعلوها في اللغة العربية العادية يعني صاروا الناس في الأسواق وفي الشارع لو واحد يكتب عقد أو بدي يكتب عقد أجار أو صرق بيع صار يكتبها بنفس الطريقة وبنفس الشروط فجاء الخليل بن أحمد الفراهيدي ووضع غير النقاط والتنقيط والحركات بالشكل اللي إحنا بنعرفه اليوم أو بشكل أقرب للي إحنا بنعرفه اليوم لأنه أصلا وجدوا صعوبة في أنه يوجد حبر أحمر وحبر أسود دايما فيكتبوا الحروف بالحبر الأسود والنقاط والتشكيل بالحبر الأحمر فكان هذا الحكي كثير صعب فهو قرر أنه يغير ونقطة ثانية أنه كمان الأعاجم اللي دخلوا الإسلام أو العرب اللي دخلوا على المناطق العربية وما بيعرفوا يحكوا عربي صاروا يخربشوا بين النقاط الموجودة على الحروف والنقاط للتشكيل فهو غير شكلها فوضع الألف كفتحة فوق الحرف والضم واو والكسرة كانت يا صغيرة تحت الحرف الآن تغير شكلها وصار بالكسرة المعروفة أهل المدينة وأهل الكوفة وأهل البصرة كل واحد إشي يضاف الشدة وإشي يضاف الهمزة وإشي يضاف فهي كانت مدارس عدة أضافت للغة العربية لحد ما وصلت للغة العربية بالشكل الحالي والخليل بن أحمد هو الذي غير اللغة العربية من لغة أبجدية إلى لغة أبتثية أو غير الترتيب فهي زمان كانت أبجد هوز حطي كلام صعفص بعدين الثلاث أربع كلمات اللي بنعيش نقرأهم دايما وننساهم وخلاها لغة أبتثية أي ألف باتا ثا جيمحا اللي هو جمع الحروف اللي بتشبه بعض ووضحها بترتيب واحد هذا الشيء الترتيب الأبجدي للحروف اللي هو أبجد تشوفها أنت في كل الأبجديات ABCD اللي هي أبجد كلمون 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 هذو بتشوفها في الأبجدية الإنجليزية قرشة كيو آر أستي هي نفس الترتيب والبروفيسور العراقي مهند الفلوجي في أحد الأيام وقعت تحت إيده يعني خلنا نحكي دراسة كم لغة في اللغة الإنجليزية كم كلمة في اللغة الإنجليزية متأثرة باللغة العربية فوجد أنه يعني تقريبا 330-333 كلمة فهو الموضوع يعني أثار فضوله فراح بحث وطلع معه يعني هو كتاب أو يعني موسوعة من مجلدين سماهم الفردوس ذكر فيه الكلمات اللغة الإنجليزية مأخوذة أصلا من اللغة العربية وكانت أصلا النتيجة صادمة أنه مش 333 كلمة لا هو وجد 3000 جذر في اللغة الإنجليزية مأخوذ من اللغة العربية بشكل مباشر وعدد الكلمات تقريبا 24 ألف كلمة موجودة في اللغة الإنجليزية أصلها عربي يعني بلغة أخرى تقريبا سدس اللغة الإنجليزية هو بالأساس مشتق من اللغة العربية ممكن تسأل نفسك سؤالا شو ممكن أستفيد من سبعين اسم للكلب ولا مائة اسم للأسد ولا ثلاثمائة اسم للسيف 3000 كلمة لها علاقة بالجمل وأي شيء له علاقة بالجبل في التربية والرعي ليش لأن استخدامنا للغة اليوم يختلف عن استخدام العرب قديما فالعرب لما كان يسمي مثلا الأسد مثلا بحيدرة هو لا يعني أسد حيدرة باللغة العربية تعني ملك الأسود فأنت لما بتحكي لواحد عربي أنا والله هجم علي حيدرة غير عن لما هجم علي أسد غير عن لما هجم علي أسامة غير عن لما هجم علي درباس من أسماء الأسد لمعناها العظيم فأنت يعني هم كانوا يختزلوا لما تحكي أنت في لغة العرب لما تحكي لواحد عرب تقول له مثلا امتطيت أبلقا بفهم هو لحاله تلقى يعرف أنه أنت ركبت حصان مش جمل مش حمار حصان ولونه أبيض وأسود لأنه أبلق معناها أبيض وأسود يعني الأبيض الذي في بياضه سواد أو الأسود الذي في سواده بياض وامتطيته لا تقال إلا للفرس معنى أنه تقدر تقول ركبته فيعني أنا ممكن أحكي أنتطيته أبلقا أو ممكن أحكيها لو واحد مش عربي يكح بيحكي لك والله ركبته حصانا لونه أبيض وأسود شوف أنت الطويلة العرب كانوا يختزلوا إذا مش عامل اشتراك للقناة يريد تعمل كان هذا يعني تجميعة سريعة لشوية معلومات عن اللغة العربية إذا عجبك الفيديو يريد تشاركه مع الناس وتعمل يعني تضغط على زر الإعجاب والاشتراك بالقناة إذا مش مشترك وتساعد في نشر هذا الفيديو وما تنفتش على خطرك من أبو العلاي المعاري السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة